التدريب الأول المطلوب فيه تعريف الثواب أو المكافأة الجواب يعرف الثواب أو المكافأة بأنه كل ما يمكن أن يعمل على إيجاد الشعور بالرضى والارتياح عند المتعلم سواء كان ذلك بالتشقيع العاطفي أو التشقيع اللفظي أو المادي التدريب الثاني المطلوب فيه بيان لماذا يجب الحذر من الإسراف في المديح الجواب يجب الحذر من الإسراف في المديح وذلك لأنه قد يؤدي ذلك إلى خلق شعور بالغرور والمبالغة في تقدير الذات لدى البتعلم كما أنه قد يبعث على الفتور في الأداء التدريب الثالث المطلوب فيه ذكر الطرائق التي صنفت بها قياس أي دافع الجواب صنفت الطرائق التي يمكن بها قياس أي دافع إلى ثلاث طرائق وهي 1- طريقة الملاحظة 2- التقارير الذاتية 3- الطرائق الإسقاطية عزيز الدارس بعد مشاهدة حلقتنا لهذا اليوم نتوقع منك أن تكون قادرا على أن 1- أن توضح التفسير العصبي للدافعية 2- أن تبين الاتجاه الإسلامي في تفسير الدوافع 3- أن توضح دافعية الإنجاز 4- أن تعرف الإنفعالات والعواطف 4- أن تعرف الإنفعالات والعواطف ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سوف نتناول إن شاء الله الفقرات التالية 1- التفسير العصبي للدافعية 2- الاتجاه الإسلامي في تفسير الدوافع 3- دافعية الإنجاز 4- الانفعالات والعواطف والآن نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم وهي بعنوان التفسير العصبي للدافعية عزيز الدارسين يرى أصحاب هذا الاتجاه ويتزعمهم دونالد هب 4- أن الجهاز العصبي عند الإنسان في حالة من النشاط الدائم سواء أكانت هناك مؤثرات أو مثيرات خارجية أم لا وهذا بالطبع ينطبق على كل أجداء الجهاز العصبي وبالتالي فإن هذا يعني أن هناك دوافع لا نحتاج أو لا تحتاج إلى مثيرات خارجية لكي تنشط وينفعل بالتالي الإنسان مثل دوافع الجوع أو الجنس بل تكون هذه الدوافع في حالة نشاط نسبية تتعلق بنشاط الجهاز العصبي للفرد ويأتي تفسيرهم من خلال توضيح طبيعة عمل الخلية العصبية وجهاز التنبيه في المخ طبعا العالم كانون بارو يقدم تفسيرا عصبيا للإنفعال كمكمون أو كأحد مكونات دافعية السلوك يتلخص هذا التفسير في أن السيالات العصبية المترتبة على المثيرات الداخلية تمضي عبر مادة طبعا الثلاموس مستثيرة حساسيته فيقوم بتمريرها إلى القشرة المخية حيث طبعا توجد العمليات العقلية العليا ومنه بعد ذلك إلى أعضاء الجسم المختلفة والعضلات والأطراف والثلاموس تركيب يتكون من كتلتين من النسيج العصبي يشبه طبعا إلى حد ما البيضة يبلغ حجم كل منهما حجم حبة الجوز التي تسمى بعين الجمل طبعا فيه مكانة في عمق الدماغ ويعتبر محطة النقل أو الترحيل الأساسية للمعلومات الحسية المتدفقة إلى الدماغ ولا يرشح طبعا الثلاموس أو لا يتم ترشيه إلى هذه المادة لا ترشح إلى الدماغ لا ترشح المعلومات ذات الأهمية الخاصة سنتناول في فقرة الاتجاه الإسلامي في تفسير الدوافع ما يلي 1- موقف الإسلام من الحاجات الفيسيولوجية 2- موقف الإسلام من الحاجة إلى الأمن 3- موقف الإسلام من الحاجات الاجتماعية 4- موقف الإسلام من الحاجة إلى احترام الذات 5- موقف الإسلام من الحاجة إلى تحقيق الذات 6- الإيمان كدافع لسلوك الأفراد وإليك عزيزي الدارس توضيح الاتجاه الإسلامي في تفسير الدوافع طبعا مبتدئين بأولا موقف الإسلام من الحاجات الفيسولوجية فكما هو معلوم عزيزي الدارسين الحاجات الفيسولوجية ضرورية للفرد من وجهة نظر الإسلام وذلك لأن طبيعة خلق الإنسان بها العنصر المادي وبها أيضا العنصر الروحي وما دام هذان العنصران في طبيعة الإنسان فإن للجانب الروحي نصيبا متعادلا من سلوك الإنسان مثلما هو موجود للجانب المادي وهنا يختلف الفكر الإسلامي عن الفكر الغربي حيث يوازن الإسلام بين الجانبين فبينما يركز مثلا الفكر الغربي على الجانب المادي للإنسان فإن على الفرد من وجهة النظر الإسلامية أن يسعى لإشباع حاجاته الفيسولوجية فالإسلام عزيزي الدارسين يقبل أن يعني مثلا يحب الفرد مثل هذه الحوافز التي تشبع تلك الحاجات يقول الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويقول سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ومن هذه الآيات نجد أن إشباع حاجات الإنسان الفيسولوجية شيء طبيعي ومقبول من وجهة النظر الإسلامية ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب الجانب الروحي والجانب الإيماني للفرد فالفرد عليه أن يوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي يقول الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقد ورد في الأثر اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ولا يكفي فقط أن يوازن الفرد بين حصوله على الحوافز المادية وبين إعطائه الجانب الروحي حقه ولكن حصول الفرد على القوى المادية المتمثلة في مثلا من نقود أو عقارات أو خلاف ذلك يجب أن يستغل في الصورة التي رسمها الله سبحانه وتعالى للإنسان وهي في أن تنفق في حاجاته ويراعى أيضا حقوق المجتمع والفقراء والمساكين من هذا العائد المادي الذي يحصل عليه ويظهر ذلك في قول الحق تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقابي وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كما أن زيادة الموارد المادية لدى الفرد والتي توجه لإشباع الحاجات الفيسولوجية وحاجات الأمن أيضا لها دور تعبدي ودور شكر الله ودور شكر لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه هو المعطي لهذه الموارد المادية وعلى هذا ينبغي أن توجه بالطريقة التي يقبلها الله عز وجل ولننظر عزان الدارسين في هذا المجال موقف سيدنا سليمان من زيادة الموارد لديه إذ كان رسولا شاكرا متعبدا ومستخدما لموارده المادية في سبيل الله يقول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة طير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ويعتبر سليمان عليه السلام ذلك فضلا من الله يجب أن يشكر الله عليه طبعا هذا من فضل ربي يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وكما تبين لنا أنه بالرغم من أن الفرد المسلم من الطبيعي أن يحصل على العناصر المادية التي تشبه حاجاته الفيسولوجية فإن ذلك لا يعني أنها الوحيدة المسيطرة على السلوك في حالة نقصها كما تفترض طبعا نظرية إبراهام ماسلو لتدرج طبعا الحاجات حيث أن الإسلام يرى أنه في حالة نقص هذه الحاجات أو حتى في حالة إشباعها هناك الإيمان الذي يعتبر موجها للسلوك فالتاريخ الإسلامي طبعا يحكي لنا مواقف كثيرة كان الإيمان هو المحرك لسلوك الأفراد بالرغم من النقص الشديد في حاجاتهم الفيسولوجية من مأكل ومشرب ومأوى وراحة وما إلى ذلك فكيف كان الإيمان يحرك سلوك المسلمين الأوائل مثل بلال وآل ياسر وصهيب وخباب على الرغم من أن المشركين قد منعوهم من إشباع حاجاتهم الفيسولوجية بل تعدى الأمر إلى الإيذاء الجسدي الوحشي وهكذا يسقط الإسلام الفكرة التي يروجها بعض المفكرين السياسيين عن طرائق إذلال الشعوب بتجويعها ما دامت لدى هذه الشعوب قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا يرى الإسلام أن إشباع الحاجات الفيسولوجية تأتي في المرتبة الأولى كما يفترض مسلو وذلك بالرغم من قبول الإسلام لضرورة إشباع هذه الحاجات وذلك لأن الحاجة للإيمان تمثل الدرجة الأولى لحاجات الأفراد وبدون الإيمان يصبح إشباع الحاجات الأخرى غير موجه التوجيه الصحيح ثانيا موقف الإسلام من الحاجة إلى الأمن أعزائنا الدارسين تتمثل حاجات الأمن في حاجة الفرد إلى أن يحمي نفسه ضد مخاطر الخطر أو ضد مخاطر كثيرة في الحاضر والمستقبل مثل حاجة الفرد لضمان عدم انقطاع مصدر الرزق أو حاجة الإنسان لأن يكون آمنا على معيشته في حالة مرضه أو عجله أو إصابته أو بلوغه سن التقاعد كما أنه أيضا في حاجة أن يكون آمنا من البطالة وحاجة الأمن تأتي تالية في الترتيب بعد الحاجات الفيسولوجية في تدرج الحاجات طبعا عند العالم مسلو وإشباع حاجة الأمن لدى الأفراد شيء يطالب به الإسلام ويعتبره غاية من غايات الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولا يطالب الإسلام فقط بأن يتوفر للفرد الأمن على العناصر السابق ذكرها بل أيضا يطالب بأن يكون الفرد آمنا على أهله وآمنا من الخوف أمنا يعني على العرض وكذلك آمنا على المال وأن يتوفر ذلك الأمن بصرف النظر طبعا عن الانتماء السياسي أو القومية أو اللون والإسلام لا يعتمد فقط على المنظمات في إشباع حاجات الأمن ولكن نظام الزكاة في الإسلام يلعب دورا مهما في موضوع أو قضية الضمان الاجتماعي لجميع أفراده خاصة منهم الفقراء يعني بشكل يضمن لهم عيشة كريمة ويتمثل ذلك الأمن المقدم الأفراد في قول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقوله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يشبع الرجل دون جاره ومن قرائق الأمن في الإسلام ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وضرورة الإيمان الحقيقي بالله قولا وعملا وهنا يتحقق الأمن في النفوس وحاجات الأمن مثلها مثل الحاجات الفيسولوجية لابد أن تكون مبلورة في ظل الإيمان بالله سبحانه وتعالى حيث أن الإيمان يعتبر المصدر الأساسي لإشباع حاجات الأمن علاوة طبعا على أن وسائل إشباع حاجات الأمن لابد أن تصمم وتساغ في الصورة التي رسمها الله سبحانه وتعالى وبالتالي فإن إشباع حاجات الأمن مسؤولية الفرد نفسه والمنظماء التي يعمل بها والمجتمع أيضا الذي هو فيه وأيضا الحكومة التي تدير ذلك المجتمع ويظهر ذلك جليا في الفهم الحقيقي للآيات القرآنية التي سبق ذكرها عن حاجات الأمن ثالثا موقف الإسلام من الحاجات الاجتماعية طبعا هذه الحاجات عزان الدارسين تتمثل في حاجة الإنسان أن يكون اجتماعيا يتصل بالآخرين وأيضا يكون بينه وبينهم علاقات كثيرة مثل علاقة محبة صداقة تعاون وكذلك رغبة الفرد في أن يكون أساسا عضوا في جماعة ما وقد تكون هذه الجماعة جماعة العمل أو جماعة الأصدقاء أو جماعة الأسرة وما إلى ذلك وبالإضافة إلى ذلك يضيف الإسلام أيضا التأكيد على ضرورة أن يكون الفرد أساسا في جماعة متحبة أي أن يكون ذلك التحاب والترابط مبني على الإيمان يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وغيرها من الآيات وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه ولذلك ينبغي أن يراعى في المنظمات أن تبنى أو أن تقوم هذه المنظمات بتبني إشباع الحاجات الاجتماعية للعاملين داخل هذه المنظمات على أنصر طبعا الإيمان تبنى على أنصر الإيمان وذلك لماذا؟ لأن الإيمان هو الذي يقوي الرابطة بين الأفراد وبالتالي يعمل على إشباع حاجاتهم الاجتماعية من خلال هذه الرابطة طبعا الإيمان يذكر دائما مع الأخوة والمحبة الأفراد ومحبة الأفراد بعضهم لبعض والحاجات الاجتماعية طبعا ما لم تشرى على أساس الإيمان ربما أوقعت أفرادها فيما بعد في الوقوع في الضلال ففي المنظمات ينبغي أن تراعى في الندوات والاجتماعات الدورية للعاملين والرحلات ولقاءات النوادي حتى المباريات والاحتفالات بالأعياد والمناسبات التي عادة ما تقوم بها المنظمة يجب أن تراعى مظلة الإيمان ومراعاة عدم تعارضها مع تعاليم الإسلام وبذلك تكون تقوية العلاقات الاجتماعية وإشباع الحاجات الاجتماعية يعني موجة التوجيه السليم حيث أن هذه الحاجات الاجتماعية مثلها مثل الحاجات الأخرى مظللة بمظلة الإيمان ومسيرة به وموجهة به أيضا وهكذا تتم الأمور رابعا موقف الإسلام من الحاجة إلى احترام الذات وتتمثل هذه الحاجات في حاجة الفرد أن يسر بأنه يؤدي مثلا عملا ذات قيمة وفائدة للغير وأيضا شعوره بأنه قادر على تحمل المسؤولية بالإضافة لحاجته أيضا أن يسر بأنه أنجز عملا ذات قيمة كان يصب إلى تحقيقه كما أنها أيضا تتمثل في حاجة الفرد للاستقلال والتطور وبالتالي أيضا النمو في قدرته وخبرته إذ أن ذلك يرفع قيمته في نظر الغير ويدفع الآخرين إلى أن ينظروا إليه بتقدير كما أن مفكرين مثل ماسلو وماكليلاند يرون أن حاجات احترام الذات أيضا تشجع عن طريق شعور الفرد بأنه له أتباع أو أنه يشرف على منظمة وأفراد عديدين وأيضا اعتبروا أن ممتلكات الفرد المادية تمثل قوة له والتي بدورها تشبع حاجته إلى احترام ذاته من ذلك نجد أن الفكر الإداري حول حاجات احترام الذات جعلت فقط العناصر المادية مثل كثرة الأموال والأتباع والنفوذ والتقدم والتأثير على الغير والشهرة جعلت هذه الأشياء هي الوسائل الوحيدة التي تشبع حاجات احترام الذات لدى الفرد أما النظر الإسلامية لحاجات احترام الذات فتقبل أن يشعر الإنسان بقيمته عن طريق التقدم والنمو في عمله وتقبل أيضا أن يزيد الفرد من إمكاناته المادية وذلك أن يزيد حجم أعماله أو إدارته وبالتالي زيادة مرؤوسيه وأن يزداد أيضا احترام وتقدير الأفراد له ولكن في النظر الإسلامي ينبغي أن يكون ذلك في إطار المنهج الإسلامي وأيضا أن يكون مرتبطا بموضوع الإيمان لأنه إن لم يكن كذلك فقد يؤدي إلى التكبر والتعالي والاختيال والفخر وهذا ما يتنافى مع الإسلام ولكن أيضا يمكن للفرد المسلم في المنظمة أن يعمل على زيادة الوسائل التي تزيد احترام ذاتها ولكن في تواضع وإيمان وعدم تكبر كما أن هناك عنصرا مهما من وجهة النظر الإسلامية طبعا تزيد من احترام الإنسان لنفسه وهو الإيمان فبالإيمان يحترم المسلم الفقير احترامه للغني فالتفاضل عنده بالإيمان لا بالمال والجاه والسلطان واحترام الفرد المسلم لذاته نتيجة لارتباطه بالإيمان يعتبر حافزا دائما قويا ومحركا لسلوكه بصفة مستديمة ودعنا نستوحي معاني احترام الذات من بعض آيات القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ويقول سبحانه وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ومن الآيات القرآنية السابقة نستطيع أن نستخلص أن احترام الذات واكتساب العزة لا بد أن تأتي عن طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى والالتزام بمنهجه أما العزة التي تأتي عن طريق كثرة الأتباع الذين يستخدمون لتنفيذ منهج غير منهج الله فهذه عزة تؤدي بأصحابها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة وكما سبق أن ذكرنا أنه في إشباح حاجات احترام الذات يجب أن يلتزم الفرد بالتواضع وعدم التكبر وهذا عنصر مهم يصفه الإسلام لبلورة حاجات احترام الذات يقول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ويقول أيضا سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون خامسا موقف الإسلام من الحاجة إلى تحقيق الذات وتتمثل حاجات تحقيق الذات في أن يكون الفرد كما يرغب أن يكون فإذا كان يعرف الطب ويرغب في مزاولته ويشعر بالسعادة لذلك قام بأعمال الطبيب حتى يحقق ذاته في عمله وبالتالي فالفرد يحقق ذاته عن طريق إعطائه عملا يستغل فيه قدراته الفعلية والذهنية ولا يجعله يشعر بالملل وعدم الأهمية وهذا شيء يقبله الإسلام فقد ورد في الحديث كل ميسر لما خلق له ويقول صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فولي أو فولى رجل وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل يا رسول الله وما إضاعتها قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله وهناك ضرورة أن يحقق الفرد ذاته عن طريق مساهمته في اتخاذ القرارات حيث يشترك كل من الرئيس والمرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات وهذا طبعا مبدأ مقرر في الإسلام يقول الله تعالى وشاورهم في الأمر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتشار أحدكم أخاه فليشير عليه وطبعا المستشار مؤتمن وهناك الاشتراك في اتخاذ القرارات في شكل مجموعات حيث يقول الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم وحتى يمكن أن يحقق الفرد ذاته من خلال عمله نادى فريدريك هوزبرغ وكرس طبعا أجرس بضرورة إثراء الوظائف وذلك بإعادة تصميمها للتمكن من استغلال قدرات الفرد الذهنية وبالتالي لا تجعله يشعر بالملل نتيجة لتكرار عمليات انتاجية بسيطة وإذا تم هذا فإنه مقبول ولكن هناك من الأعمال ما يصعب إعادة تصميمها لتحقيق ذلك نتيجة طبعا لطبيعة العملية الصناعية وليس معنا ذلك أن الفرد لا يحقق ذاته فالفرد المسلم يعمل لأن العمل واجب عليه وأيضا العمل جزء من العبادة يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويقول صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة كما يقول صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له طبعا لابد أن يكون العمل عملا صالحا حتى يكون ذا قيمة للفرد وبالتالي يستطيع أن يحقق الفرد ذاته فيه ولابد أيضا أن يؤديه الفرد وهو مؤمن لأن الإيمان دائما مرتبط بالعمل الصالح يقول الله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن ذلك نجد أن تحقيق الفرد لذاته في عمله لا يعيبه نوع العمل كما أنه ينبغي أيضا أن يكون مرتبطا بالإيمان أيضا طبعا مثله مثل إشباع الحاجات الأخرى النقطة السادسة الإيمان كدافع لسلوك الأفراد فكما اتضح لنا سلفا في استعراضنا للحاجات الإنسانية كدافع لسلوك الأفراد اتضح أن الإيمان هو العنصر الحيوي والمحرك والمسيطر والموجه لكل هذه الحاجات كدوافع لسلوك الأفراد فمثلا الإيمان عنصر حيوي في توجيه الحاجات الفيسولوجية لماذا؟ لكي ترفع من سلوك الأفراد فطبعا كلما اتضح لنا أن الإيمان هو أول حاجات الأفراد وليست الحاجات المادية فقط فهو أيضا المحرك والمنظم لهذه الحاجات والمحدد لوسيلة الحصول عليها وبالتالي كيفية استخدامها وذلك لإشباع حاجات الفرد المادية وبالإضافة لذلك فإن الإيمان مرتبط بإشباع حاجات الأمن كما وضح تم التوضيح عند حديثنا عن حاجات الأمن وأن إشباع حاجات الأمن قد تكون مدمرة في بعض المرات للأفراد إذا ما أسي استخدامها كما أن الإيمان يحقق الأمن النفسي الذي لم تتحدث عنه نظريات الدوافع التي ركزت فقط على الأمن على الداخل في الحاضر والمستقبل ويظهر ذلك الأمن في قلوب المؤمنين في قول الحق تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فكما تبين لنا عزان الدارسين أن الحاجات الاجتماعية وحاجات احترام الذات وتحقيق الذات لا يمكن أن تكون موجهة ومحركة للسلوك تحريكا سليما إلا إذا كانت محددة ومسيطر عليها بالإيمان والإيمان في حد ذاته دافع قوي لتحريك الأفراد والجماعات فالفرد المسلم إذا قوى أو إذا كان قوي إيمانه يدفعه بالتالي ذلك لتحمل الصعاب ومواجهة الفتن وتحمل نقص إشباع حاجات الفيسولوجية وحاجات الأمن بالإضافة للحاجات الاجتماعية وحاجات احترام وتحقيق الذات وذلك في سبيل إعلاء كلمة الحق وفي سبيل المحافظة على إيمانه الحق فالقيوش الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وفي عصر التاريخ كانت في عصر التاريخ الإسلامي المختلفة هذه القيوش لم تهزم طالما كانت أو كانت تحرك سلوك أفرادها وقادتها تحت راية الإيمان والإيمان محرك مستديم للسلوك لماذا؟ لأن الحاجة للإيمان لا يمكن إشباعها وكلما زاد الإيمان في قلب الفرد زاد شوق الفرد للاستزادة منه وبافتراض أن الحاجات غير المشبعة تستمر محركة للسلوك فبذلك يكون الإيمان دائما تحريك لسلوك الأفراد وموجها لهم وكلما زاد إيمان الفرد عن طريق عمل الصالحات زاد دور الإيمان في تحريك السلوك لأن الإيمان لا يزيد إلا بالعمل الصالح ودافع الإيمان ودوره في تحريك السلوك أو في تحريك سلوك الأفراد مؤثر وفعال ما دام الإيمان قوي عند الأفراد يصار في النظر طبعا عن حاجات هؤلاء الأفراد الفيسولوجية أو حاجات الأمن وحاجاتهم الاجتماعية وحاجة احترام الذات وحاجة تحقيق الذات طبعا مشبعة بشكل كامل أو مشبعة بشكل جزئي أو غير مشبعة بالمرة والدليل على ذلك انتصارات القيوش الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراجدين وفي عصور التاريخ الإسلامي اللاحقة بالرغم أن كثيرا من المسلمين كانت حاجاتهم غير مشبعة بالمفهوم المادي لتلك الحاجات ولكن الإيمان كان هو مصدر الإشباع وهو المحرك الأول للسلوك طبعا وليس المقصود عدم إشباع تلك الحاجات ولكن إشباعها بدون زيادة الإيمان لدى الأفراد لا يمكن أن يكون محركا للسلوك التحريك والتوجيه السليمين طبعا بعض الشعوب المسلمة في تلك الأيام وخاصة التي تنقص عند مصادر إشباع الحاجات الفيسولوجية بشكل كامل يمكن أن تركز على زيادة الإيمان لدى الأفراد حتى تحرك سلوكهم بالتالي لتحقيق النمو الاقتصادي والسياسي وتحقيق الحرية السياسية كما أن أيضا الشعوب الإسلامية الغنية عليها أن تعيد توجيه سلوك أفرادها وذلك باستخدام دافع الإيمان حتى يؤتي ثماره الطيبة وهذا طبعا أفضل من السماح للدول المتقدمة بالتحكم في سياستنا عن طريق المساعدات الإفصادية والعسكرية ومن ثم الهيمنة على القرار السياسي وما إلى ذلك فعن طريق تحريك دافع الإيمان يمكن دافع الإيمان طبعا لدى الأفراد يمكن أن يزداد فائض الإنتاج وبالتالي ينمو المجتمع في جميع المجالات حيث أن الفرد مع دافع الإيمان حيث أن الفرد مع دافع الإيمان يعمل وينتظر جزءا من مقابل عمله متمثلا في الجنة ورضى الله سبحانه وتعالى والجزاء الآخر متمثل فيما تعطيه له المنظمات التي يعمل بها من حوافز مادية وبالتالي فبدلا من أن يتحرك سلوك الفرد فقط بالحوافز المادية والمعنوية الدنيوية والملموسة فإنه أيضا يتحرك بالجزاء الذي وعده الله سبحانه وتعالى به وكذلك بما توفره له تلك المنظمات من حوافز دنيوية علاوة على الخصائص السابقة لدافع الإيمان ودوره في تحريك سلوك الأفراد فهو أيضا محرك لجميع الأفراد في المنظمات بصرف النظر عن موقعه الإداري في المنظمة وبصرف النظر عن طبيعة الوظيفة أو العمل الذي يقومون به فدوره لا يشبه دور حاجات احترام الذات وتحقيق الذات في تحريك سلوك الأفراد حيث يرى ماسلو العالم ماسلو والعالم هيرزر بيرج في نظرياتهم يتكلمون عن الدورة أن حاجات احترام الذات وتحقيق الذات لا تلعب دورها في تحريك السلوك إلا لأصحاب الوظائف المثراء أو للأفراد الذين يحتلون في الغالب وظائف إدارية عليا والسبب طبعا يعزون السبب في أن دافع الإيمان يحرك السلوك لجميع الأفراد في المنظمة بصرف النظر عن مواقفهم الإدارية أو نوع وظائفهم طبعا هو أن الإيمان كما يرون متاح لكل فرد ولكل فرد يمكن أن يزيد إيمانه بالعمل الصالح والإخلاص في عمله وتطبيق أيضا شرع الله وهنا نتكلم عن في الجانب الإسلامي من خلال تطبيق شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالفرد يأخذ جزائه الأوفى من الله سبحانه وتعالى أولا وبما تعطيه المنظمة من حوافز ثانيا وطبعا تدير هذه الآية أو إذا ما تدبرنا هذه الآية فنقول هل يوجد أكثر من الجنة التي وعد الله المؤمنين بها قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا عزان الدارسين يقصد بدافع الإنجاز حالة داخلية مرتبطة بمشاعر الفرد توجه نشاطه نحو التخطيط للعمل وبالتالي تنفيذ هذا التخطيط وذلك بما يحقق مستوى محدد من التفوق يؤمن به الفرد ويعتقد فيه أحيانا عزان الدارسين قد يطلق أيضا عليه الحاجة للإنجاز كما أنه ليس مرادفا للإنجازات أو الأعمال التي يقوم بها الفرد مثل الحصول على درجات عالية في الاختبار أو تحقيق مكانة اجتماعية مرموقة أو الحصول على مرتب مرتفع إلا أنه رغم تضمنه للتخطيط لتحقيق مستوى معين من التفوق إلا أن المهم فيه هو الاتجاه نحو الإنجاز وليس الإنجاز في حد ذاته ويرى العالم أوزبل وأيضا روبنسون يرون أن هناك ثلاثة مكونات على الأقل للدافعية للإنجاز وهي أولا الحافز المعرفين الذي طبعا يعبر عن حالة الانشغال بالعمل فالفرد طبعا يحاول إشباع حاجته للمعرفة والفهم كما طبعا في موضوع هرم ماسلو وتكمن مكافأة اكتشاف معرفة جديدة وذلك في كونها تعينه على أداء ما ينهض به من مهام بكفاءة أعلى اثنين تكريس الذات أو توجه الأنا أو الذات ويمثله رغبة الفرد في المزيد من السمعة والصيط وأيضا المكانة التي يحرزها عن طريق أدائه المميز والملتزم في الوقت نفسه بالتقاليد الأكاديمية المعترب بها بما يؤدي إلى شعوره بكفاءة واحترامه أيضا لذاته ثالثا دافع الانتماء هذا الدافع زين الدارسين يتجلى في موضوع الاعتماد على تقبل الآخرين ويتحقق الإشباع من هذا التقبل بصرف النظر عن السبب وراء ذلك بمعنى أن الفرد يستخدم نجاحه الأكاديمي بوصره أداة للحصول على الاعتراف والتقدير من جانب أولئك الذين يعتمد عليهم في تأكيد ثقته بنفسه ويلعب الوالدان دورا فعالا كمصدر أولي لتحقيق إشباع حاجات الانتماء هذه لدى طفلهم ثم يأتي بعد ذلك في الغالب طبعا دور المعلم كمصدر آخر لإشباع هذه الدوافع للانتماء طبعا العالم مكللا يعرف الانجاز بأنه الأداء في ضوء مستوى محدد للامتياز والتفوق أو هو ببساطة كما يرى الرغبة في النجاح كما أن هناك مفهوما يجب أن يؤخذ في الاعتبار كمفهوم متمم للحاجة للانجاز وهو مفهوم الخوف من الفشل فقد يكون أداء الأفراد في بعض الأعمال نتيجة لخوفهم من الفشل وقد يكون له قوة دافعة أقوى من الرغبة في قضية النجاح في العمل وقد يدفع البعض إلى محاولة القيام بأعمال غاية في الصعوبة أو قد يمنع هذا الخوف بعض الأفراد من القيام بأنشطة معينة العالم بيرني يرى أن طبعا كل من النجاح والفشل لا يفهمان إلا في سياق العلاقات بين الأشخاص ففي حين يكون النجاح هو الوسيلة الفعالة في كسب التقدير والاحترام فإنه في الوقت الذاتي يكون الفشل أيضا هو السبيل المؤكد المؤدي إلى فقدان الاعتبار والتقدير ومن الأسباب التي تشير إلى أهمية الخوف من الفشل أنه قد أحيانا يصحب الفشل تضاؤل تقدير الذات وهبوط أيضا قيمة الصورة العامة وفقدان صور الجزاء نتيجة لضعف الإنجاز طبعا كثير من الدراسات تشير إلى إمكانية التمييز بين نوعين طبعا من الأفراد النوع الأول ويكون دافع تجنب الفشل لديهم أقوى من الدافع للنجاح النوع الثاني يتجه الأفراد إلى اختيار الأعمال المتوسطة الصعوبة حيث يعد هذا النوع من الأعمال من العوامل الدافعة لهم وطبعا بالنسبة لأفراد النوع الأول مدفوعون أكثر إلى الأعمال السهلة جدا أو الأعمال الصعبة جدا يعني لا خيار ثالث يوجد بينهما أما فراد النوع الثاني فواقعيون طبعا يختارون الأعمال المناسبة لهم وتجد أيضا أن النسبة الكبرى من النوع الأول غير واقعيين في الغالب فهم باختيارهم الأعمال المسهلة جدا يضمنون أو يضمنونهم بالتالي النجاح وفي حالة اختيارهم للأعمال الصعبة جدا فإنهم إذن في حال فشلوا يمكن طبعا أن يبرروا فشلهم بصعوبة العمل الذي مارسوه عالم اسمه وينر يذكر أن النجاح والفشل في الأعمال لهما أثرهما المختلف في قوة الدافع وذلك طبعا لدرجة الدافع للنجاح أو الدافع للتجنب قضية الفشل فقد لاحظ هذا العالم أن المجموعة التي تتصف بارتفاع دافع النجاح إذا وجهت بقليل من الفشل فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع دافع العمل لديها في حين أن النجاح المستمر يؤدي إلى انخفاض هذا الدافع إلا أننا مع ذلك نجد أنه إذا زاد الفشل زيادة كبيرة فإن ذلك يؤدي إلى تطبيق الهمم وبالنسبة للمجموعة الثانية التي تتصف بإشباع الدافع لتجنب الفشل فإن النجاح يؤدي إلى زيادة دافع العمل في حين أن الفشل يؤدي إلى انخفاض وتدني هذا الدافع دلت الدراسات على وجود ارتباط بين دافع الإنجاز وأداء الطلاب المتفوقين في المدارس طبعا الثانوية وبين انخفاض دافع الإنجاز والتأخر الدراسي في حين دلت دراسات انكس تسون التي جريت على مجموعة من الطلبة ذوي الاستعداد الدراسي المرتفع وأخرى على ذوي الاستعداد المنخفض دلت هذه الدراسات على أن العلاقة بين دافع الإنجاز وقضية التحصيل الدراسي علاقة ضعيفة جدا فمجموعة مرتفعية الاستعداد يتميزون بارتفاع درجاتهم التحصيلية بغض النظر عن قوة الدافع وكذلك الحال بالنسبة للمجموعة الأخرى ويعود الفضل طبعا إلى اتكنسون في عام 1974 في تحديد خصائص المتعلمين ذوي دافعية الإنجاز المرتفعة والتي نلخصها في النقاط التالية واحد الاهتمام بالتميز والتفوق في ذاته باعتباره مكافأة داخلية اثنان عدم الاهتمام بالمكافآت الخارجية والبواعث المادية ثلاثة الاتجاه السلبي نحو المهام التي يتطلب الانتهاء منها كثيرا من النجاح ربما تخوفا من الفشل أربع الميل إلى العمل مع جماعات من الخبراء وليس من الأصدقاء عندما تتاح لهم حرية الاختيار خمسة تفضيل المواقف التي يتضح فيها أن الفرد مسؤول عن أداء المهام ستة الاعتماد على الأحكام المستقلة في تقويم الأداء التقويم الذاتي وليس أحكام الآخرين سبع النزوع إلى المهام ذات الأهداف الواضحة وخاصة الأهداف متوسطة وطويلة المدى سنتناول عزيزي الدارس في هذه الفقرة ما يلي واحد معنى الانفعال اثنان المواقف التي تؤدي إلى الانفعال ثلاثة مظاهر الحالة الانفعالية أربعة طبيعة الانفعال ومكوناته خمسة أنواع الانفعالات ستة العواطف سبعة أنواع العواطف وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك بشيء من التفصيل مبتدئين أولا بمعنى الانفعال فالانفعال هو عبارة عن حالة نفسية ذات صفة وجدانية قوية مصحوبة بتغيرات فيسولوجية سريعة وبحركات تعبيرية كثيرا ما تكون طبعا واضحة أو عنيفة ويستعمل بعض العلماء لفظي الانفعال والدافع لماذا؟ للتعبير عن الظاهرة نفسها ويمكن التمييز بينهما وذلك بقصر الانفعال على وصف الانفعال حين تصاغ بتكون بسيغة وجدانية أو غير معرفية أما الدافع فهو كالمثير تماما فمن فئات العوامل التي تؤثر في هذه الاستجابات ومعنى هذا أن الدافع قد يؤدي في بعض المرات إلى حدوث استجابات معرفية أو وجدانية وفي الحالة الأخيرة تسمى الاستجابات انفعالات فلا يصح يعني لا يجوز أن يقال دافع الخوف بل انفعال الخوف ثانيا المواقف التي تؤدي إلى الانفعال أعزائنا الدارسيين نحن ننفعل حينما تكون الدافعية قوية فكلما ازدادت هذه الدافعية قوة وشدة ازداد احتمال أن تصبح الاستجابة انفعالية طبعا تكون أوضح من ذلك فنحن ننفعل حينما تحبط دوافعنا ولا نستطيع بلوغ أهدافنا ونحن ننفعل حينما تختزل الدوافع أو تشبع الحاجات كحالة الارتياح والسرور المصاحبة لإشباع الحاجة وينفعل الفرد في حالات اليأس والقنوط وفقدان الأمل وهي بمثابة حالات الغياب الدافعية وطبعا في هذا الموقف ينتاب الشخص ضيق وحزن وحتى مرات بكاء شديد ثالثا مظاهر الحالة الانفعالية الحالة الانفعالية تتحدد بثلاث مظاهر وهي ألف وجود موقف معين يفسره الفرد بشكل خاص تبعا لخبراته با استجابة داخلية لهذا الموقف وتتضمن هذه الاستجابة تغيرات فيسيولوجية داخلية وعمليات عقلية جيم تعبيرات جسمية خارجية مكتسبة من الثقافة للتعبير عن هذا الانفعال وقد تكون تعبيرات لغوية أو تغيرات في ملامح الوجه وغيرها رابعا طبيعة الانفعال ومكوناته الانفعال يقصد بخبرة أو حالة ذات سيغة وجدانية كما أزلفنا نفسية الأصل وتتكشف في السلوك والوظائف الفيسيولوجية وتشير كلمة وجدانية إلى جوانب الإحساس باللذة أو السرور أو الألم والتي تقترن بالحالات الانفعالية وتشير النماذج طبعا السلوكية والتغيرات في الوظائف الفيسيولوجية تشير إلى صعوبة إقامة حدود فاصلة بين المظاهر السلوكية والفيسيولوجية للانفعالات ولذلك فإن موقف انفعالي يمكن رده إلى مكونين أساسيين أولا مكون فيسيولوجي يتعلق بالتغيرات الفيسيولوجية أثناء الحالات الانفعالية وهي طبعا تغيرات مرتبطة بوظيفة الجهاز العصبي السمتاوي باء مكون سلوكي وهو ما يتعلق بالتعبيرات السلوكية عن الانفعالات وقد تختلف طبعا درجة التعبير عن هذا الانفعال وطريقة التعبير مرات عنه وحتى نوع مثيرات الانفعال قد تختلف باختلاف الثقافات بل أكثر من ذلك قد تختلف داخل الثقافة حتى الواحدة وذلك وفقا لاختلاف طبعا الثقافات الفرعية والمستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خامسا أنواع الانفعالات البعض طبعا يصنف الانفعالات إلى نوعين انفعاليين النوع أولي أو بسيط مثل الخوف والغضب والفرح وهي يعني انفعالات غالبا تكون قائمة بذاتها وغير معقدة في تكوينها وانفعالات مركبة مثل الغيرة والدهشة وهي معقدة في تكوينها والذي طبعا يقوم على امتزاج انفعالين أو أكثر مرات في مركب واحد ويصعب طبعا في الواقع وضع حدود فاصلة بين هذه الانفعالات لأنه كثيرا ما تتشابك وتتداخل سادسا العواطف إذا ما تحدثنا أعزان الدارسين عن قضية العاطفة فنقول أنها استعداد وجداني مركب وتنظيم مكتسب لبعض الانفعالات نحو موقف معين تدفع صاحبها للقيام بسلوك خاص بمعنى أنه إذا تجمعت عدة انفعالات حول موضوع واحد فإنه ينتج عن ذلك عاطفة معينة تدفع صاحبها للقيام بسلوك خاص بها تجاه هذا الموضوع فمثلا عندما نفرح لرؤية مثلا إنسان ما أو نحزن لمرضه أو نقلق لغيابه أو نغضب حيانا لإهانته ويسرك أن تتنازل عن بعض حقوقك من أجل هذه الانفعالات التي تجمعت وتشابكت حول هذا الشخص هي ما تسمى بعاطفة أو بالعواطف أما أنواع العواطف فيمكن أن نقسم هذه العواطف من حيث النشأة إلى عدة أقصام أولا عاطفة الحب وإنفعالها الحنون طبعا ثانيا عاطفة الكراهية وإنفعالها البغيض ويمكن تقسيمها من حيث الموضوع الموجه إليه إلى ما يلي واحد قد تتجه نحو الجماعة الانتماء كحب القائد لجنوده وحب المعلم لتلاميذه اثنان قد تتجه نحو المثل العليا حب الخير والحق والعدل ثلاثة تتجه نحو شخص آخر من نفس الجنس صداقة من جنس آخر حب أربعة قد تتجه نحو الحيوانات كحب الخيل مثلا وقبل الختام نجد من المناسب أن نطرح عليك عزيزي الدارس بعض التدريبات المتعلقة بموضوع الحلقة نامل أن توفق في الإجابة عليها وسوف نستعرض معك الإجابة عنها في الحلقة القادمة بمشيات الله تعالى والتدريبات هي واحد الحاجات ضرورية للفرد من وجهة نظر الإسلام وضح ذلك اثنان بيّن موقف الإسلام من الحاجة إلى الأمن